اشتركوا في القناة للأبناء وتكفل تنشئتهم اللائقة لتأهيلهم للاندماج والمشاركة في المجتمع وذلك تنفيذا لبنود قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والذي تفضل جلالة الملك المفدى بالمصادقة عليه مؤخرا وخلال الجولة اطلع حميدان على سير العمل في دهر رعاية الطفولة واطمأن على جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة ونزلاء الدهر فضلا عن البرامج والأنشطة كما تعرف على مستجدات برامج تدريب الأبناء الخريجين من الدار الذين تستمر الوزارة في رعايتهم بعد التخرج وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين تول اهتماما بالغا بهذه الفئات من الأطفال عبر توفير مختلف أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم وذلك في إطار المسئولية والشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية لتوفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية والحماية التي تكفل بيئة تربوية سليمة وشاملة مشيرا إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال سن القوانين التي تكفل حقوق الطفل ترجمة نانسي قنقر